يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية في المساجد ليس من حق القرآن واحترام القرآن إننا نقطعه قطع وآيات ونكتب على الجدران أو على أوراق ننصقها على الحوايط أو الجدران القرآن يبقى محفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف ولا يقطع إلى قطع ويجعل منها معلقات هذا من العبث بكتاب الله عز وجل